بما أن قطاع الصحة أحد أبرز القطاعات المهمة فإن الرئيس الجمهورية أبدأ اهتماما كبيرا في التطوير هذا المجال بإدراجه ضمن المشاريع التنموية التي يسعى إلى تحقيقها خلال ولايته الحالية وزارة الصحة العامة عرضت برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بالصحة والاستراتيجيات الموضوعة وكاذا الصعوبات والإنجازات التي حققتها الوزارة منذ عام 2021 والتركيز على العوامل التي يمكن أن تدفع النظام الصحي ليصل إلى مستوى جيد وعرقى خلال كلمته الافتتاحية وزير الصحة العامة عبد المجيد عبد الرحيم محمد تحدث عن برامج رئيس الجمهورية تجاه هذا القطاع واستراتيجية الوزارة في كيفية تحقيقها على عرض الواقع وقال إن ذلك يتطلب من الصحفيين دعم الوزارة لتحقيق رسالتها معتبراً الإعلام الشرك الرئيسي له في هذه المسيرة شمل هذا العرض الذي قدمه المدير العام للوزارة إبراهيم محمد المعوقات الرئيسية التي تعطري هذا المجال من شح الموارد البشرية والمادية فضلاً عن سياسة رئيس الجمهورية محمد إدريس دبيتنو الرامية إلى تنمية وتطوير العمل بغية حصول أي معطي على نظام صحي جيد ودعا الصحفيين لدعم ومساندة الوزارة لتحقيق هذه الغاية وأثناء ذلك تداخل الصحفيون حول سبل الحصول على معلومات صحية بشكل أسرع والتزكير بالصعوبات التي يواجهونها في الأونة الأختيار بغرض الوصول إلى خبر أو لمعالجة موضوع دقيق يتعلق بالصحة ليرد المدير العام عن دور الوزارة والتنظيمها لهذا العمل وأي وسيلة عالمية تود أن تجد معلومات فيلزم عليها التواصل مع الوزارة مؤكداً أنهم لا يستقومون عن العلام الذي بدوره يقوم بتوعاية المجتمع في مجال الصحة